موسيقى اسمي أسماء البقالي أستاذة مادة الرياضيات مقيمة في مدينة طنجة موسيقى المعرض ديالي بعنوان التشافي وسحر التخيل العنوان ديال المعرض توحيته من الفن الفن بصفة عامة نعتبر الفن باعتباره عنده تأثير عميق بالنفس البشرية وكونه ملهم ومحفز المجموعة من الناس وأكثر من ذلك هو مريح وشافي يعني نحن من يقوله الفوائد ديال الفن تشكيليه هو أعمق من مجرد أنك تشوف لوحة تشكيلية مثلا وتشوف تعجب بالألوان وهذا بل هو يتجاوز ذلك إلى العلاج بما يسمى بالتشافي أو العلاج بالألوان كما نعرفه كل لون عنده دلالة بالإضافة للون كين أفكار حيث كنا نخدم هذا المعارض حاولت أن نمجز بين المدرسة الانطباعية والمدرسة التجريدية التجريد حاولت أن نأخذ أفكار أحاسيس نخرجها حيث الفن التجريدي خصوصا هو التجريد هو استنطاق الدات الفنان يحاول أن يخرج لا تعجز اللغة عن التعبير عنه موسيقى 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 أحيانا حيث عني لواحات الهوية لواحات الاستعمار كيف النظر على الاستعمار وكيف الفلسفة لحياة يعني ما شئ أنني نعرض مجرح إذا كنت بغيت نعرض كنت أعرض ما شئ في المتحف لذا كان كانت مشابهة الاستراتيجية كان نحاول أن نعرض غير في المتاحف وكان حاول زيما تمنا في المجتمع المدني نرقي الدوق الدوق الفني عند المغاربة ونشجع المواطنين أنهم يدخلوا يعني يدخلوا المعارض الفنية للمتاحف يعملوا إطلالة على المدارس الأخرى للفن أو الأنواع الأخرى للفن السيونس مات يعني اللي يقرأ العلوم الرياضية لأول مادة كنقروها في لافاك أو التخصص ديال السيزيام والبكالوريا هي المنطق المنطق مادة مجردة كنقرو مادة الرياضية كنقروها يستحيل التلميذ أو الطفل يفهمها يعني يتناولها من واحد الزاوية معينة إلا إذا كان لدينا تجريد إذا كان لدينا تجريد لقدر يوصل بهذه الفكرة أنا أحاول بهذا الفن نوصل لفكرة يعني تخصص بالتجريد كنت نرسم معادي من قبل كنت نرسم الانطباعي كنت نرسم الواقع كنت نحاول نعمل صورات ما شفتوا في اللوحة عندي مدينة قديمة عندي شيء من وحي الخيل ولكن مؤخرا سلقت هذه الطريقة لتجريد كنت نحاول أفكار شيء طعيبة أنك تخرجها تشرحها كنت نحاول نشرحها بالألوان وبرموز بالتركيب بإزاحة المشاكل لا يوجد دعم صراحة لا يوجد دعم ولو أنه هناك فرص لدعم الشباب ولكن طرق لا يوجد دورات تكوينية للشباب حتى إذا أريد أن تذهب يجب أن تذهب يجب أن تذهب يقول لا يجب أن تذهب يجب أن تذهب طريق طويلة ومن ثم أجد هكذا يجب أن تذهب إلى جمال وبعض المعارض وكما قلت أنا أقاطع مدة بحكم السباقة غالية وإنما تذهب الرسم غالية لأيض تخدمت ويجمعت وهذا عائدتك حاولت نعمل هذا المعارض وحاولت أن نستأنف هذه المسيرة الفنية ما يمكن أن نقول أنني أشجع أن أي إنسان عند إرادة ورغبة 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 معين يمشي في الطرق وليستسلم شي ولو أنه يوقع فطور ولكن يجعل هدفه صوب عينه يعني يجعل هدف الذي يريد أن يصله يعني أنا بغي أن عندي هدف هدو يعني في ضرف خمس سنين عشر سنين غادي نوصله كيفما كانت الصعوبات والعراقي حضور ديالكم كقناة حرية كيشرفني كمين برني سوي كمثل الصوت للمرأة المغربية وهذا شرف لي ترجمة نانسي قنقر